الظروف العصيبة والأحداث الدامية وبدء شرارة طائفية والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد كانت السمات الأبرزة للعام الذي تم فيه تصويت على الدستور العراقي الدستور في المفهوم المبسط والمتعرف عليه هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وهو الذي ينظم السلطات العامة فيها الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه عام 2005 ودخل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام واحد كان من المفترض أن يعمل وفق ما هو متعرف عليه في الدستير العالمية على تنظيم طبيعة العلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات لكن الظروف المرافقة لكتابة الدستور وتمريله والتصويت عليه والمعرقلات التي ظهرت أمام أليات تنفيذه وإهمال بعض بنوده جعلته عرضة للانتقادات التي كانت قاسية في أحيان كثيرة بعض المنتقدين يحددون نقاطا يعتبرونها موطن ضعف أو خلل في كثير من مفاصل الدستور جاءت بمجملها بسبب كتابته على عجالة حسب رأيهم وهنا يمكن أن نسلط الضوء على جزء من موارد النقد يبدأ الدستور بجزء من آية كريمة ولقد كرمنا بني آدم وهنا يبرز للواجهة أول سؤال يطرحه المشرككون وهو هل نجح الدستور في ضمان حياة كريمة للمواطن؟ بعض المواد الدستورية أجلت حسم أمور مفصلية وتركتها للوقت أو الظروف واكتفت في معرض ذلك بالقول ينظم ذلك بقانون لكن تلك النقاط تتطلب معالجة سريعة لملامستها أمور يصعب تأجيلها الدستور يؤكد أن الدين الإسلامي مصدر أساس للتشريع مع عدم سماحه بإصدار أي تشريع يتعارض مع ذلك لكن المنتقدين يؤشرون عددا من المجالات التي تعمل فيها الدولة بشكل يتعارض مع مبادئ الشريعة وفي مجال الاقتصاد والقطاع المصرفي على وجه الخصوص إضافة إلى ما سبق فإن من المآخذ الأخرى هي تلك المتعلقة بطريقة التعامل مع المواطن وحقوقه القانونية في حال اتهامه بأية تهمة وهنا وللإنصاف نقول إن الدستور كان عادلا ومحقا في هذا المجال لكن سهام الانتقاد توجه إلى أليات التنفيذ والانتقائية في إعطاء الأولوية لمواد على حساب أخرى تعديل أي دستور شيء متعرف عليه في العالم وممكن وفق خطوات يمكن تنظيمها من أصحاب التخصص بالدستير والتشريعات لضمان أكبر قدر من المقبولية والعدالة لدى أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر